أيضا من الشبهات التي تطرح يقولون بأن هذه الفصائل تفتأت على حق الأمة تفتأت نعم بل العكس هي تقوم بواجب الأمة فالأمة كلها يجب عليها إجماعا قتال هذا العدو وتخلص مقدسات المسلمين والدفاع عن حرماتهم فهذا واجب على الأمة وهذه الفصائل جزاء الله خيرا هي التي تقوم بهذا الواجب عن المسلمين ما استطاعت نعم ويجب على المسلمين أن يقدموا لها كل مساعدة وليست مساعدة ولا منة فهي حق واجب على المسلمين الجهاد بالمال والجهاد باللسان نعم هذا حق واجب على المسلمين ليس لهم منة فيه طيب الآن كثير من المسلمين خاصة من الشباب التواقيل للجهاد يجدون حرجا عظيما في أنهم لا يستطيعون الوصول إلى فلسطين لمباشرة الجهاد بأنفسهم وربما أيضا لا يستطيعون من المال أن يبذلوا شيئا أو ربما لا يستطيعون إيصال هذا المال المبذول فما الجواب على هؤلاء بالنسبة لهذه الحالة حالة صحية ليست حالة مرضية فيجب على المسلم أن تتوقى نفسه للجهاد دائما والقتال في سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيام قال من لم يغزو أو يحدث به نفسه مات ميتة جاهلية وفي رواية مات على شعبة من النفاق فلذلك على المسلم أن يكون متأخبا متستعدا للجهاد بنفسه وبماله وهذا الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان شعار الدولة الإسلامية في بدايتها الهجرة فلما فتحت مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فلابد أن يكون الإسلام مستعدا إذا استنفر أن ينفر وأن يكون مجاهدا بنيته واستعداده